ونبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والجمال على اجد عواح لناس في كواكب الارض كله ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم خالد عبدالله في حلقة جديدة وحلقة ريئة كالعادة وحلقة النهاردة يا سادة من سنسلة تطبيقات للربح من الانترنت للمبتدئين ان شاء الله النهاردة معانا تطبيق سهل جدا وبسيط جدا وشرح النهاردة مش هياخد دقيقتين ثلاثة اصلا هو تطبيق للربح من الاستبيانات الاستبيانات عبارة عن اسئلة انت بتجاوبها على شخصيتك او على المنتجات اللي انت بتشتريها او على الناس اللي محيدين بيك عايز تجدف الاسئلة دي عادي جدا بدون مشكلة ولكن هي الشركة بتاخد الاسئلة اللي انت بتجاوب عليها دي وبتبدأ تحل البيانات وبتبدأ تستخدمها في الحملات الاعلانية للشركات الكبيرة زي بابسي ونايك واديداس وما الى ذلك ده في اجرة التطبيق التطبيق بتاع النهاردة اسمه سيرفي طايم واحد من اوائل التطبيقات اللي انا اشتغلت عليها قبل ما يخش في مجال صناعة المحتوى تطبيق صادق وانا صحبت منه مرتين ثلاثة قبل كده فالتطبيق صادق ان شاء الله وسهل وبسيط ولكن قبل ما يبدأ خلني اقول لك على حاجة مهمة جدا عم تفرح حضرتك احنا خلاص خلصنا الموقع بتاع كويز اس لربح من الاجابة على اسئلة بالاضافة للمسابقات اللي عتكون فيه فحسب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن تروح تجربه كده وتسجل حساب وتقولي لو في حاجة حابب نضفها قبل ونطلق الموقع بشكل رسمي ولو انت عايز تخش كمان تشترك معنا وتنول المشروع ويبالك نسبة من الارباح تواصل معايا على البريد الالكتروني اللي موجود في الديسكريبشن ونبدأ حلقة النهاردة على بركة الله واول حاجة هنعملها نروح للموبايل بتاعنا الجميل بالشكل ده خلني بس الاول كده اعمله سايلانت حل ونيجي مع بعض في خانة السيرش ونبحث عن سيرفي تايم هو ده اسم التطبيق بتاع النهاردة زي ما انت شايف ده اللوجو بتاعه عايز هالك دلوقتي علشان لو انت مش عايز تخش عرابط اللي في الديسكريبشن المهم نبص على تقييم التطبيق تقييم التطبيق هنا 3-4 من 10 وده تقييم للامانة مش احسن حاجة وعدد التحميلات 1 مليون ونما دخلت على التعليقات وقرأتها لقيت مواظم الناس بتشتكي من مشاكل في السوفتوير بتاع التطبيق يعني لوجهة بتاعة المستخدم فيها بعض المشاكل لكن بسيط جدا ان قالوا ان التطبيق ما بيدفعش المهم اعمل له install واضغط على كلمة فتح هيفتح معك من لوجهة دي فوق عندك كزا لغة غير اللغة العربية تقدر تغيرها من الزرار ده زي ما انت شايف عندك عربي انجليزي اسباني اي لغة انت عايزها احنا نخليها عربي زي ما احنا نضغط على التالي التالي تمام هقول له تسجيل اشتراك وهنا هسجل الدخول على طول عن طريق جوجل بكل سهولة بعد ما سجلت الدخول التطبيق فتح معايا بالوجهة دي هنا هقول له السماح عشان يديني اي اشارات لأي استبيان جديد ليجي تمام زي ما انت شايف هنا جاب لي استبيان على طول عندي استبيان هنا مدته 11 دقيقة وبشارك فيه 731 والاستبيان ده 851 سنت كل ما هو عليك انك تضغط على شارك في الاستطلاع وتبدأ تحل الاستبيان اللي مدته بتكون 11 دقيقة وهتاخد مقابلهم 61 سنت وافع على الشروط تمام المفقود هنا حوالنا على صفحة الاستبيان ولا هيرجعنا تاني الابليكيشن هيحمل ويوديك على الاستبيان بعد كده سواء كان في رابط خارجي او كان في الابليكيشن الموضوع بسيط جدا تمام نكمل بقى انت الاستبيان نعيش حياتك حل? طيب نرجع للتطبيق مرة تانية ونروح للوالت عشان نشوف ايه طرق السحب المتاحة وكل ما يكون في استبيان جديد هتلاقي التطبيق بقيت لك الاستبيانات زي ما انت شفت كده في اول صفحة اللي هي صفحة الاستطلعات نروح على الوالت على طول زي ما انت شايف هنا الحد الادنى لصحب الارباح بيكون 5 دولار وانت شفت اول استبيان جنة كان ب51 سنت نضغط على كاش قوت عشان نشوف ايه طرق السحب المتاحة وخد بالك طرق السحب مختلفة من بدد لبلد هنا عن طريق البيتكوين تمام تقدر تسحب عن طريق المحفاظة بتاعتك تقدر تسحب الخمسة دولار وممكن تعمل محفاظة عن طريق باينانس مثلا انه تسحب ارباحك عليها وبعدك هتحولها من باينانس الى فودافون كاش الموضوع الوسيط جدا 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 عايز تحول عن طريق فودافون كاش افتح حساب في باينانس يخد رابط المحفاظة واعمل ايضاح هنا ومن باينانس حول فودافون كاش وبعد كده عندنا حسابي ده حاجات بالاسئلة الشائعة والاشعارات والاستمالات اللي انت عملتها والملف الشخصي واسئلة عضافية وتسجيل الخروج وبس التطبيق مفهوش اي اوبشن تاني للربح ولا عن طريق دعوة الاصدقاء ولا عن طريق اي حاجة تانية رأيك في التطبيق اعمل خلت بكل امانة تطبيق صادق وانا سحب منه مرتين والله او تلاتة كمان في 2020 والحد النهاردة في ناس اعرفها بتسحب منه بكل امانة والله بس التطبيق صادق اه هو يمكن ربحه ضعيف جدا لان النوع ده من التطبيقات موجه للشباب الصغيرة لكن يزال تطبيق كويس ممكن انت بقى ايه تشتغل على الخمس ستة تطبيقات في نفس الوقت وتجمع من كل تطبيق مبلغ يعني وبس كده شوفكم في فيديو جديد صباحكم زي الفل وعسر